آه يبقى رسول الله خرجنا من إنه هو المشاعر كان لها سلطان عشان بعض الناس يقولوا إيه لما نيجي نقول لهم خليك بتدير مشاعرك ومتحافظ على مشاعرك وما تخلاش تتحكم فيك يقول لي رسول الله حزن ألا رسول الله قال إنما هي رحمة فكان البكاء بتاع حضرة النبي بأبيه وأمي كان رحمة وحضرة النبي كمان علمنا عشان ندير مشاعرنا إن احنا نستعيز من الحزن يعني إيه إن احنا خلي بالنا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ما قهر الرجال دوت برضه مشاعر كل اللي موجود في الحديث ده مشاعر فحضرة النبي بيستعيز منه ليه ييجي واحد يقول لك باهم يستعيز منه عشان مش يقدر يتحكم فيه بيقول لا بيستعيز بالله عشان يأخذ من مدد الله عشان يشتعيطر على مشاعر دي كلها ولأن الحزن زي المرض بيأكل في الإنسان وبيخليه يشعر بالعجز فنسأل الله العافية منه ونسأل الله العافية من قهر الرجال ونسأل العافية من كل الأشياء اللي فيها انهزام زي في غلبة الدين كل ده نسأل الله أن احنا نتعافى منه فاحنا عايزين في رمضان وده مناسبة مهمة جدا جدا كل ما أقوله في رمضان أحس بالراحة أحس بإني رمضان بيديني مدد فاحنا عايزين ما نخرجش من رمضان إيه لو ندخل في معاملة جديدة مع الله وهو أن احنا نبقى صبرين على كل حال على شدة الصبر ورهيب مجاهدة النفس وأنا مش شايف شيء أرجى للعباد المؤمنين المقبلين على الله مثل قولي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فنصبر على تعب الطاعة وإن كنت أنا شويتين تلاتة بقول تعب الطاعة عشان نقدر نتفاهم لكن أنت بعد شوية لما تفهم الطاعة لحقيقتها تعرف أن الطاعة دي أكبر فصل في سول مدرسة الحياة ده ده الفصل اللي جاي يعلمك المهارات اللي بيها توصل للسعادة من أقرب طريق اللي هي الطاعة وعشان كده الصبر بقى يجي يخلي تعب الطاعة ما بقاش تعب لكن يخلي القلب يشرق وينير ويقبل على الله سبحانه وتعالى عشان نعيش بقى تجربة العيش بسلامة التعافي ده مش إحنا طبعا فيه ناس كتير بتعيش في تجربة سلامة التعافي بأنها تعمل إيه بأنها تقعد مربعة ديها كده ومنتظرا أن ربنا يمسح على قلوبها ويخفف عنها لا إحنا عشان نعيش بقى سلامة التعافي تعالوا نعمل شوية حاجات أول حاجة نجالس أهل البشر والرضا نمارس أهل البشر والرضا ونستطيع أن نحن نتعلم منهم الدروس وإزاي هم بيتعاملوا مع الأحوال وإزاي كمان نقدر نخرج معهم من هذا الأسر اللي النفس الأمر بالسوق تاني حاجة الخدمة أنك تخدم عيال الله تخدم المكاسير واليتامة والمساكين الكبار السن وخاصة كمان إحنا عندنا الناس بأزاد عندهم كتير في عدد من الناس الألزهايمر كل دول محتاجين خدمة كل دول محتاجين أن أنت تساعدهم كل ما تساعدهم تلاقي سبحان الله كل ما تساعد حد بيتعافى من شيء خطير جسدي تجد قلبك بيتعافى من شيء خطير قلبي فعايز تتعافى اخدم أهل الله اخدم الناس اخدم المحتاجين للمساعدة يبقى أول حاجة ببساطة خالص قلنا عشان تقدر تتعافى ببساطة خالص لازم تعمل ايه؟ تصاحب أهل البشر الأمر التاني تخدم المحتاجين لأن خدمتك للمحتاجين تغير حالك الأمر التالت والمهم أن انت لازم في كل يوم من الأيام تتأمل في سنة رسول الله عليه وسلم وتأمل في أخلاقه وتتأمل كيف حضرت النبي في مواطن وما تمشيش بقى بوراء ايه؟ أن انت تأخذ من الحديث أن حضرت النبي كان زيك لأ حضرت النبي كان بيعلمك ايه واتفى من حضرت النبي كان زيك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيابي هو أمي ليس كمثله مخلوق حضرت النبي ربنا جعله هذا الحل عشان نتعلم منه مش عشان يجي واحد يقول أنا زي زي النبي لأ حضرت النبي بيعلمك عشان ما تجيش في لحظة من اللحظان تخلي حضرت النبي حزن بمعنى حزن فحسب فقد سيدنا إبراهيم فهو يعيني حزنان على قضاء ربنا اللي أخذ منه عاوز بالله كل هذا كلام فارغ لما سألوه لما أتبكي يا رسول الله قال إنما يا رحم فتجلس كده في جوار حضرت النبي وكل يوم تشوفه كان بيتعامل مع الحياة إزاي كان بيتعامل معه الإساءة ليه إزاي؟ مع الرسول الله كان ممكن يقول إيه؟ لما جاله اليهودي وشد حضرت النبي صلى الله عليه وسلم من تلبيبي وأساء للنبي كان ممكن حضرت النبي يروح مدخل ده كله على طول على مشاعر الكرامة وده كمان فرصة صحابي وهيبة الدين حضرت النبي ما يمالش كل ده حضرت النبي أدار أدار غضب ولذلك جاله اليهودي قال له أنا كنت عايز بس أشوف آخر علامة من علامات النبوة لأنا كنت منتظرة وأنه لا يزيده الجهل علي إلا حلمة آه يبقى إيه اللي حاصل؟ هو بيقوله إنه بيبقى بشر إنسان كامل لما هو بيدير مشاعره وبيحافظ على قلم لا يزيده الجهل علي آه المشاعر هو تيجي مشاعر إيه؟ مشاعر الكرامة والثقر للنفس وحفاظ على الهيبة لكن كل ده يديره حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وإيه؟ ويطلع أحلم فيه اللي هو مكارم الأخلاق إنما بوعسته لأتمم مكارم الأخلاق فيخرج مكارم الأخلاق فلما يخرج مكارم الأخلاق اللي يحصل يظهر نور حضرت النبي فيسلم اليهودي ليه؟ لنشاف المعنى الأكمل للإنسانية اللي بيعلمونا رسول الله إياك أن تجعل المشاعر سلطانا لأن لا سلطانا أن تجعل المشاعر سلطان لأن السلطان لله وحده ولأن المشاعر لم تأتي ليكون لها سلطان ولكن أتت لإيه؟ أتت لكي تحفزك أتت لكي تدار تدار على ماذا؟ تدار لكي تخرج من النار وتكون على مراد ماذا؟ وعلى مراد الغفار